كما تعاني طفلة ريتا من مرض نادر جدا يؤثر على نموها الطبيعي ومناعتها تنشط المبادرات الاهلية لتقديم الدعم المدي والمعنوي حتى تتمكن من إجراء عمليتها الباهضة الثمن والتي ستنقذها من سرطان وشيك تفاصيل أكثر عن قصة طفلة ريتا في التقرير التالي نتابع ريتا طفلة استثنائية خفيفة الظل تضحك وتمرح مثلها مثل جميع الأطفال بعمرها بعمر الثماني سنوات لكن روحها تسكن في جسد صغير بسبب معاناتها من مرض نادر جدا هو الفانكوني أنيميا الذي يسبب فشل نخاع العظام في تكوين خلايا الدم المختلفة بلعب مصابي بلعب رأيط جي أس جي أس يعني بصفة ثالث ريتا تدرك أن وضعها ليس بسهل وأن عليها أن تتأقلم مع المضاعفات وكأنها فترة وتمضي وفيما تتجاوز الكثير من الصعوبات الصحية تتكاتف عائلتها على تقديم المستحيل لها حتى تتعافى وقد بادر أخوها في فحوصات مطابقة نخاع العظام ليتبرع بها إلى أخته الصغيرة حنان الأمي وعطفها غمرارت منذ الولادة مع كم من التضحيات ممزوجا بالكثير من الإيجابية والصبر وأن المرض قد يزول بمجرد إجراء العملية تبكي تبكي تبكي؟ ما تبكي؟ ما تبكي؟ ما تبكي؟ لا ما تبكي أصلا أنا ما ببكي لأنك أنت بتعطيني القوة والدعم وأنت بتعطيني الاستمرارية ريتا ريتا ملاك بالبيت ريتا فرح البيت وريتا لما ما بتكون بالبيت أخواتها بيحسوا بكتير بكتير نشفين يعني ما في أي فرح ما في أي بهجة شريف وهو ناجم من السرطان وقد خضع للعملية نفسها يقدم اليوم الدعم المعنوي لريتا ولأسرتها ويؤكد أن لا شيء مستحيل ولا يتوانى عن تقديم الدعم المادي من خلال مبادرات لمساعدة ريتا على إتمام عمليتها الباهزة الثمانة بقول دايما حرام إنسان يكون عنده قدرة يساعد وما يساعد والحمد لله أعطاني بعتلي المرض وعطاني القدرة يساعد وهي أنا هلأ حدريتا وأنا وعد حال أعمل كل شيء كما هي صغيرة تشفى وإذا لم تخضع ريتا لهذه العملية فحياتها معرضة لسرطان فتاكن تحاول عائلتها مع محبيها تفادي إصابتها به أطفالنا هم نقطة ضعفنا هم حاضرنا ومستقبلنا وبالمعنويات العالية وبالأمل يتحدى الأهل مع أطفالهم الصعابة نحو حياة أفضل لأخبار الآن تريسة بيعنطون لبنان